اعتماد مخبر الشركة الوطنية للأبحاث الجيولوجية والمنجمية كأول مخبر في الجزائر بمعايير دولية هو موضوع اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه للتعريف بهذه المؤسسة الرائدة في الدراسات والبحوث المنجمية والجيولوجية من بين المحاور الهمة لتطوير القطاع التي نؤكد عليها دائما العمل على وضع هيئات ومخابر مؤسساتنا في مستوى من خلال شهادات الاعتماد حسب المعايير الدولية مثل شهادة إيزو سبعتاشن ألف وخمسة وعشرين التي تحصلتم عليها وبذلك أود أن أعرب عن خالص شكري لفريق أورجيام الذي بدل جهودا كبيرة لتحقيق هذا التحدي كي المخبر ليس معتمد واحد ما يعترف بالتحاليل أي تولي نورم انترنسيونال سورة تولي نورم انترنسيونال يقول لك لازم التحاليل يكونوا في مخبر معتمد مننا ساعدا جميع دراستها يتندهروا في الجزائر في مخبر أورجيام اعتماد مخبر أورجيام سيكون آداتا جديدة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين لترقية الاستثمار في المجال المنجمي عبر كامل التراب الوطني ضمن استراتيجية الدولة لبعث النشاطات المنجمية للوصول للاقتصاد تنفسي يضمن التنمية الاقتصادية المستدامة كنا في سابق نلجو إلى المخابر الأجنبي اليوم أصبح عن أمكانية وطنية القيام بهذه المهام وهذا رح يشجعنا أيضا أن هذا المخبر رح يتوسع فيما يدين تدخل تاعه وإحنا مستعدين نرفقه أيضا في هذا العمل التلاتين كل المتعاملين الخواص في القطاع المنجمي كل المستثمرين في القطاع المنجمي اليوم أصبح عندهم أدت يستطيعوا أنهم يستعملوها في مستوى الوطني وتوفر عملة صعبة كبيرة بالنسبة للوطن اليوم الدراسي كان فرصة لتوقيع اتفاقيات تبادل الخبرات مع جامعة ويرقلا والمدرسة العليا للمناجم والتعدين بعنابة كما تم تكريم فريق مخبر الشركة الوطنية للأبحاث الجيولوجية والمنجمية المعتمد إضافة لبعض الموظفين نظير مجهوداتهم في المؤسسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر